أعزائي طالبات وطالبات الصف الأول السنوي أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج بنك المعرفة وحلقة من حلقات اللغة الأسبانية إن شاء الله بنستكمل النهاردة الدرس التاني اللي هو الركريو الفصحة احنا قلنا محتوى الفصل الدراسي التاني كانت ميسكويلة اللي انتهينا منه والركريو اللي بدأنا فيه الحلقة اللي فاتت الركريو الفصحة وبعد كده فيه درس مي فاميليا إن شاء الله هنكمل النهاردة الركريو هنعمل مراجعة سريعة على الركريو الفصحة ونكمل الدرس بتاعنا إن شاء الله ده الدرس التاني في الفصل الدراسي التاني الركريو الفصحة طيب المقصود بالدرس الفصحة في الأصل كله اللي انت تجاوب على السؤال كي أثس إن الركريو كي أثس إن الركريو يعني ماذا تفعل في الفصحة الأنشطة اللي انت بتعملها الأكتبي دادس اللي بتعملها في الركريو في الفصحة بلعب باكل بتكلم بكتب اللي أنا بعمله بقوله ده محتاجين يكون عندنا مجموعة من الأفعال عشان كده هنبتدي ناخد تصريفات الأفعال بالتفصيل كنا بدأنا فيها في الترم الأول فصل الدراسي الأول ولكن كده بقى بالتفصيل وأفعال معينة عشان نستخدمها في أسئلتنا وفي الإجابة بتاعتها عشان نعرف نكتب موضوع كويس عن الريكريو نشوف مع بعض الريكريو الفسحة الار طبعا المجموعات الثلاثة الار اللي هو المجموعة الأولى كلام ده قلنا المرة اللي فاتت بس نرجعه سريعا عشان نستكمل كلامنا الار طبعا تحت الار دي الفاعل ضماء الفاعل بتاعتنا يو وتو ال ايا نسوتروس بسوتروس ايوس اياس وصدها تصريفات المجموعة الأولى او اس اا اموس ايس ان ال او مع اليو والاس مع تو والا مع ال و ايا واموس مع نسوتروس وايس مع بسوتروس وان مع ايوس و اياس نشوف مثال يوضح لنا الكلام طيب ادي الفعل ابلار اللي في اول الصفحة ده ابلار بمعنى يتكلم يتحدث فعل ابلار فاخر واخر حرفين في ايه ا ار تمام يبقى ده مجموعة اولى طب هيتصرف ازاي فعل مجموعة اولى هو معنى يتكلم من عايز اقول انا اتكلم وانت تتكلم وهو اتكلم مصرفه يعني ايه اللي هيحصل لو بصنا على الفعل شلنا منه ال ا ار وحطنا نهايات المجموعة الاولى اللي هي ايه بقى او اس اا اموس ايس ان اللي هي ظهرة باللون الاحمر بقت ابلو كده انا اتكلم يو ابلو انا اتكلم طب لو شلت يو وقلت ابلو بس برضو معناها اتكلم طب عرفت منين اللي هو انا اتكلم ال او يعني ممكن اقول يو ابلو انا اتكلم ممكن اقول ابلو بس انا اتكلم تمام يبقى ممكن نحزف الفعل اللي هو يو و تو و ايل و ايه و نصطرس ونكتفي بالنهايات بتاعة الفعل ابلو ابلس ابلة ابلاموس ابلايس ابلن ابلو انا اتكلم ابلس انت تتكلم ابلة هو يتكلم او هي يتتكلم ابلاموس نحن نتكلم ابلايس انتم تتكلموا ابلن هم او هن تمام يبقى اي فعل مجموعة اولى اي فعل مجموعة اولى شان نصرفه نشيني الار ونحط النهايات اللي اصدنا دي ابلو ابلاس ابلة أبلاموس أبلايس أبلام طب هستغدم الفعل بقى في الموضوع بتاع الفسحة إزاي؟ نشوف السؤال كي آثيس إن الريكريو الفعل اللي باللون الأحمر ده معناه يفعل كي آثيس ماذا تفعل أنت إن الريكريو في الفسحة؟ انت بتاع بليه في الفسحة؟ هستغدم الفعل أبلار اللي احنا شفنا تصريفه من شوية في الإجابة بص كده إن الريكريو في الفسحة يقابلو أنا بتكلم مع أصدقائي ده كده جملة تتحط في موضوع تعبير ماذا تفعل في الفسحة؟ إن الريكريو يقابلو كون مي ساميكوس بتكلم مع أصدقائي يقابلو كون مي بروفسور أتحدث مع مدرسي هنا كن بمعنى مع طب يقابلو أنا ممكن نشيل يو وأقول قابلو بس طمام قلنا ينفع لنشيل يو أكتفي به بقابلو يقابلو كون مي بروفسور يبقى كي آثيس إن الريكريو؟ ماذا تفعل في الفسحة؟ يقابلو كون مي ساميكوس أو يقابلو كون مي بروفسور تمام؟ ده مثال المجموعة الأولى اللي هو أبلار نشوف مثال المجموعة التانية اللي هي الـ A-R نهاية المجموعة التانية زي ما هنشوفها كده O-S-A A-M-A-S-N مجموعة الأولى كانت فيه فرق حرف O-S-A-A-M-S-A-N هنا التانية O-S-A-M-A-S-N الـ O مع يو والـ S مع تو والـ A مع L و A A-M-S مع نسوترس A-S مع بسوترس N مع A-S-Y نشوف مثال التصريف فعل كومير يأكل كومير فعل مجموعة تانية عرفنا من إيه لهم مجموعة تانية بص لنهاية الفعل في آخره A-R يبقى مجموعة تانية طب أصرفه إزاي؟ هنشيل الـ A-R حط النهايات أصبح إيه كومو كومس كومي كوميموس كوميس كومين كومو أنا بأكل كومس أنت تأكل كومي هو يأكل إلى آخره كومو كومس كومي كوميموس كوميس كومين طب هنستغلو إزاي برضو في درسنا؟ شوفي السؤال كي أثيس ان الركريو؟ ماذا تفعل في الفوز حتاني بيسألني كي أثيس ان الركريو؟ قلت له من شوية يو عبلكم مي سميغو يو عبلكم مي بروفيسور هنا بقل له إيه؟ ان الركريو يو كومو كومو بمعنى أكل يو كومو أوم بوكاة كلمة بوكاة يعني سندويتش الأصل بتاعه كلمة بوكاديو ليه سندويتش ولكن دي اللغة تانية اللي هي بوكاة ده عبارة عن اختصار لكلمة بوكاديو يعني أقول أوم بوكاة أو أوم بوكاديو ولحظ حاجة كلمة بوكاديو ليه سندويتش في أخيرها أو هي مذكر عشان كده وغدا الأداء أُن أُن بوكاديو تاب بوكاتا في آخرها آ ليه وغدا أُن؟ لأن بوكاتا دي اختصار مش الكلمة الأصلية كلمة الأصلية بوكاديو وغدا أُن وبوكاتا برضو هتاخد أُن يبقى أنا باكل سندويتش أو كومو أُن بوكاديو أنا باكل السندويتشات بتاعتي يبقى دي إجابة تانية للسؤال ماذا تفعل في الفصحة يو كومو مس بوكاديو يو كومو أُن بوكاطا يو كومو أُن بوكاديو تمام نشوف المجموعة الثالثة ال-er نهاية المجموعة الثالثة ورائبة شوية من المجموعة الثانية على اختلاف بس حكتين O-S-E-MUS والاختلاف هنا بقى E-MUS-E-S-N مع نوسوتروس وبوسوتروس المجموعة الثانية كان E-MUS و-E-S هنا E-MUS و-E-S O-S-E-MUS-E-S-N ال-O مع يو S مع تو ال-E مع L و-E-S E-MUS مع نوسوتروس E-S مع بوسوتروس N مع أيوس و-E-S O-S-E-MUS-E-S-N نشوف مثالي المجموعة الثالثة الفعل سكريبير سكريبير يعني يكتب سكريبير يكتب مجموعة الثالثة عرفنا مين هو مجموعة الثالثة نبص لآخره هنلاقي في آخره E-R يبقى هو مجموعة الثالثة طب أصرفه إزاي تيجي تشيل E-R تحط النهايات اللي شفناها من شوية اللي هي مكتوبة بالخط الأحمر O-S-E-MUS-E-S-N بقت سكريبو سكريبس سكريبي أسكريبيموس أسكريبيس أسكريبن سكريبو أنا بكتب سكريبس أنت تكتب سكريبي هو يكتب إلى آخره طب نطوعها إزاي ونستخدمها إزاي في موضوعنا كي أعثي سن الريكريو السؤال برضو اللي بتدور حوالي الوحدة كلها كي أعثي سن الريكريو ماذا تفعل في الفصحة احنا قلنا من شوية أبلو كومي ساميغوس وكومو أم بو كاتا بتكلم مع أصدقائي أكل سندويتش تاني على سبيل المثال يوسكريبو أنا بكتب يوسكريبو لوس دي بارس أنا بكتب واجباتي إزاي يوسكريبو لوس دي بارس إزاي إزاي تمام طيب فعل تاني اللي هو الفعل خجار خجار اللي هو يلعب مجموعة إيه خجار نبص لنهايته ونشاهد نلاقي في آخره آر بقى مجموعة أولى طب هنشيل آر ونحط النهايات لو بصنا على النهايات لأنها موجودة نهاية موجودة عادي جدا بس هنلاحظ فيه تغيير بسيط اللي هو بالأحمر ده حرف الأو تحول إلى أو إيه فأصبح خواجو خواجس خواجا خجاموس خجايس خواجان طب التحويل ده ما حصلش مع كل الضمائر حصل مع جميع الضمائر ما عادة نسوترس وبسوترس دي قاعدة عندنا اسمها تغير حرك الحرف المتحرك بيتغير اللي هو الأو تحول إلى أو إيه بيت خواجو خواجاس خواجا خواجاموس خواجايس خواجان الفعل خواجار يلعب فعل خواجار يلعب هنستخدمه ازاي برضو في الدرس بتاعنا طبعا ده فعل أساسي في الفصحة الفعل خواجار إن الريكريو يو خواجو في الفصحة أنا بلعب الفوتبول كرة القدم كون مشاميغوس يو خواجو الفوتبول كون مشاميغوس يو خواجو كون الموبيل أنا بلعب بالموبايل يخواجكن الموبيل برضو أعتبرها إجابات ماذا تفعل في الفصح الفعل أثير اللي أنا باستخدمه في السؤال أثير يفعل مجموعة إيه أثير لو بصنا على نهايته A-R بقى مجموعة تانية طب أعمل إيه هشيل A-R وحط النهايات O-S-A-M-S-A النهايات مظبوطة آه مظبوطة كلها بس في حاجة الث تحولت إلى خ بقت آجو ما هي النهايات نفسها مظبوطة ما فالش مشكلة المشكلة في الحرف نفسه اللي جوه الفعل الث تحول إلى خ طب ده مع الكل ومع ضمير واحد مع ضمير واحد اللي هو يقول الفعل الشاز معيه بس اللي هي آجو آثيس آثي آثيموس آثيس آثين آجو بمعنى أنا أفعل آثيس أنت تفعل آثي هو يفعل ده الفعل اللي كان بيظهر في الأسئلة كآثيس إن الركري وماذا تفعل في الفصح فعل آثير من الأفعال المهمة جدا عندنا في الوحدة دي آثير يفعل شاز مع الضمير يوبس آجو السيت حولت إلى خ بقية التصريفات طبيعية مرة تانين إقراء آجو آثيس آثي آثيموس آثيس آثين كآثيس إن الركري والفعله هو ظهر باللون الأحمر كآثيس ماذا تفعل أنت في الفصح آثيس هي متصرفة مع مين؟ معتول هو أنت ماذا تفعل أنت؟ عرفت منين؟ مفيش تو مكتوبة في الجملة ولكن في آثيس إنهاية إي إسي إحنا قلنا هنعرف الفعل من نهايته فآخر إي إسي بقى متصرف مع تو مفيش ده أكتب تو كآثيس ماذا تفعل أنت؟ إن الركري في الفصحة قال لي إن الركري يو آجو دي بورتي أنا بعمل رياضة بمرس رياضة يو آجو دي بورتي إن الركري يو آجو لوس دي بيرس أنا بعمل الواجب الواجبات بتاعتي آجو لوس دي بيرس إجابتين للإيه؟ للسؤال ماذا تفعل في الفصحة طيب فعلي زي ده صالير صالير بمعنى يخرج مجموعة إيه صالير نروح للفعل نشوف آخره ونلاقي في آخره إي إر يبقى الإي إر دي مجموعة ثالثة طب بص على النهايات كده واخد نهايات المجموعة الثالثة ولا لأ واحدة واحدة واخد النهايات مظبوط جدا ما عدا أول تصريب في حرف زيادة باللون الأحمر باي نقول لهو الخي الخي ده مش موجود في الفعل أصلا بس ظهر معيو بس يبقى الفعل ده شاز مع مين؟ معيو سالجو بتتقال إيه؟ سالجو سالجو سالس سالي ساليموس ساليس سالين الفعل سالير يأخرب كه أسسن الرجل ما جاتفعل في الفوسح ان الرجل سالجو أنا أخرب دي لأسكولا أخرب من المدرسة كم مش amigos سالجو دي لأسكولا كم مش amigos طبعا أنت في إسپانيا يأخرب ما أصدقاء من المدرسة برقى لحسطو طبعا كونوثر الفعل كونوثر يعرف أو يتعرف على الفعل كونوثر يعرف فعل مجموعة تانية برضو هنلاقي نهاياته O S A A M A S N كونوثكو كونوثيس كونوثي كونوثيموس كونوثيس كونوثين برضو هنلاحظ اللي فيه حرف الثيتا زيادة مع يو اللي هو باللون الأحمر لكن بقيت التصريفات طبعية كونوثكو كونوثيس كونوثي كونوثيموس كونوثيس كونوثين يعرف أو يتعرف على الفعل بير يرى أو يشاهد بيو مجموعة تانية بيو بس بي بيموس بي سبان بيو أنا أرى أو أنا أشاهد بس بيموس بي سبان برضو فيه حرف اللي هو الآي زيادة اللي هو باللون الأحمر ده زيادة لكن بقيت التصريفات طبيعية جدا مجموعة تانية الفعل بير يرى أو يشاهد كي أثيس إن الريكريو ماذا تفعل في الفصحة إن الريكريو يو بيو حطيت الفعل يو بيو أنا أشاهد كانثيونيس اسبانيولاس إن الموبل أنا أشاهد أغاني اسبانية على الموبايل إن الريكريو يو بيو أشاهد كانثيونيس اسبانيولاس إن الموبل الفعل كرير والفعل بريفيرير فعلين مجموعة تانية وتالتة الفعل كرير فأخر وإي أر يبقى مجموعة تانية شوف تصرف إزاي شلنا الر وحطنا النهايات طب وجوه الفعل جوه الفعل حصل حاجة اللي هي معمولة باللون الأحمر ده حرف الـ A تحول إلى E-A مع كل الضمائر مع عدن سترس وبسترس الفعل كيرير بمعنى يحب أو يريد يحب أو يريد كيرو أنا أحب أو أريد كيرس وهكذا الفعل بريفيرير يفضل مجموعة ثالثة شلنا الـ E-R وحطنا النهايات تتصرف مجموعة ثالثة عادي جدا O-S-A-E-M-E-S-N بس برضو جوه الفعل حرف الـ A اتحول إلى E-A مع كل الضمائر مع عدن سترس وبسترس الفعل بريفيرير يفضل طب ليه مقعدة صغيرة كيريرو بريفيرير دي نشوفها مع بعض يو كيرو الإسبانيول أنا أحب الإسباني يو كيرو الإسبانيول أنا أحب اللغة الإسبانية الجملة فيها كم فعل؟ فيها فعل واحد اللي هو كيرو طب بص الجملة الثانية يو كيرو استوديار لإسبانيول أنا أحب دراسة الإسباني جملة فيها كم فعل؟ فيها فعلين كيرو واستوديار طب إيه الواضع؟ إيه القعدة هنا؟ كيرو متصرف مع يو طب استوديار؟ استوديار جاي مصدر زي ما هو في آخر و-A-R يبقى القعدة بتقول إيه؟ لما يجي فعلين وراء بعض الفعل الأولين يتصرف والفعل الثاني في المصدر لما يجي فعلين وراء بعض الأولين يتصرف مع أي ضمير مع يو مع تو مع إل مع نصوترس أي ضمير والتاني في المصدر زي ما هو ما يتصرف زي استوديار كده يو كيرو استوديار لإسبانيول أنا أحب دراسة اللغة الإسبانية طب الفعل الثاني يو بريفيرو الفوتبول أنا أفضل كرة القدم جملة فيها كم فعل؟ فعل واحد اللي هو بريفيرو طب جملة الثانية يو بريفيرو خجار الفوتبول أنا أفضل لعب كرة القدم جملة فيها كم فعل؟ فيها فعلين بريفيرو خجار طب وضعهم إيه؟ الفعل بريفيرو متصرف مع يو طب خجار جاي مصدر زي ما هو في أخره ار المصدر يعني الفعل زي ما هو في أخره ار او ار او اي ار المجموعة بتاعته أولى او تانية او تالية يبقى القاعدة العامة للجملة اللي أصدنا دي لما يجي فعلين وراء بعض الأولان يتصرف والتاني مصدر الفعل الأولان يتصرف مع أي ضمير مع الفعل وليكن يو والفعل التاني يجي في المصدر زي ما شوفنا يو كيرو ستوديار لسبانيون او يو بريفيرو ستوديار لسبانيون انا اريد دراسة لسبانيا وانا افضل دراسة اللغة الاسبانية طيب نشوف القاعدة تاني او امثال القاعدة تاني يو كيرو خجار ان الباتيو الجملة فيها كم فعل فيها اتنين كيرو خجار تمام كده فعلك من اللي متصرف الفعل كيرو متصرف مع مين مع يو طب وخجار مصدر انا احب ان العب في الباتيو في الفنان يو بريفيرو انا افضل اثير دي بورتي ان امارس الرياضة الجملة فيها كم فعل فيها اتنين بريفيرو متصرف معيو واثير مصدر يو بريفيرو سكوتشار موزيكا نفس الكلام بقى قاعدة عرفت خلاص الجملة فيها كم فعل فيها فعلين بريفيرو وسكوتشار بريفيرو مالو متصرف معيو وسكوتشار جاي مصدر يبقى القاعدة العامة لما يجي فعلين ورا بعض الاولا يتصرف والتاني مصدر ما ينفعش الاثنين يتصرف ميجوستا ده على الدرس الرابع بقى ميجوستا خجار الفوتبول أنا بيعجبني لعب كرة القدم طيب جملة فيها كم فعل برضو فعلين ميجوستا متصرف طبو خجار مصدر أنا بيعجبني لعب كرة القدم ميجوستا كومير ومبوكاتا بحب أكل إيه سندويتش ميجوستا متصرف كومير مصدر جملة الأخيرة ميجوستا سكوتشار موزيكا جملة فيها كم فعل فيها فعلين ميجوستا متصرف واسكوتشار مصدر ميجوستا سكوتشار موزيكا يعجبني الاستماع إلى الموسيقى أو بحب أسمع موسيقى فعل بولبير بولبير يعني يعود فعل بولبير يعود فعل مجموعة إيه نبص إنهايت ونلاقي إيه إر يبقى مجموعة تانية أعمل إيش أنا أصرف وتشيل إيه إر وتحط نهاية المجموعة التانية اللي هي إيه أو إس إيه إيموس إي إيس إن طب جوه الفعل في إيه جوه الفعل القوت حولت إلى أو إيه اللي هي متحولها باللون الأحمر دي القوت حولت إلى أو إيه مع الكل لا دي متحولها مع يو ومع تو وإيه اللي وقية نسطرس رجعت أو زي ما هي وبسطرس أو زي ما هي طب وقيوس وقية ستحولت لأو إيه تاني يبقى التحويل بيحصل مع كل الدمائر ما عدا نسطرس وبسطرس أصبح الفعل كده بوالبو بsi بوالبى بلبى موس بلبيس بوالبى فعل بوالبار بمعنى يعود يو بوالبو HEWTODELLA ESCOILA ALAS DOS DEL ATARDS يو بوالبو، أنا يعود DE LA ESCOILA من المدرسة ALAS DOS DEL ATARDS ES memory prim hanging طب أنا ممكن أشيل يو اللي أسيبها لا ممكن أشيلها يو بوالبو أو بوالبو بس احنا اتفقنا اللي الفعل بيدل على الفعل يعني القل في آخر الفعل دي بوالبو الأو دي بتدل عنه هو يو مافيش ده حط يو طب لو حطيتها ما فيش اي مشكلة لبانتارسي فعل لبانتارسي ينهض الفعل في آخر الحرفين اللي في آخره دول إيه سي طب سيبك من السي قبل السي في إيه في آر طب الآر دي بتاعت أني مجموعة المجموعة الأولى تمامي بهو يتصرف مجموعة إيه أولى شلنا الآر منه وحطناه النهايات بقيت إيه لبانتو لبانتاس لبانتا طب السي اللي كانت في آخر الفعل دي راحت فين ما هي اللي مكتوبة باللون الأحمر دي تحولت معيوبة إتمي يعني السي لها ست أشكال معيوبة إتمي ومعتوبة إت وإلو إيا سي ونصطرس نص وبصطرس قص وإيس وإيا سي أصبح الفعل مكون من جزئين مي لبانتو تي لبانتاس سي لبانتا نص لبانتاموس قص لبانتاي سي لبانتا طب الفعل لبانتارسي معناه إيه معناه ينهض يقوم من مكانه لبانتارسي ينهض بالفعل مكون من جزئين خلي بالنا عشان هنعمل علي تدريب دلوقتي طب بص كده يو حاطتلي فراغ لبانتو ألاس أوتشو هحط إيه قص لا القص دي بتاعت بوسوتروس طب تي لا التي دي بتاعت تو طب سي السي دي بتاعت إل وإيا طب مي هي تمام مي يبقى يو مي لبانتو ألاس أوتشو أنا أنهض في الساعة الثامن يبقى هو الدني لبانتو أنا أدته إيه مي بكمل الفعل عشان كده قلنا الفعل مكون مي من جزئين شوف الجزئين تاني هو مي لبانتو تي لبانتا سي لبانتا نوس لبانتاموس أوس لبانتاي سي لبانتا مي تي سي نوس أوس سي دي نوعية من الأفعال اسمها الأفعال المنعكسة اللي هي بتنتيب الضمير سي شوف المثال ده أكي أورا في أي ساعة وفراغ لبانتاس هي لبانتاس دي بتصرفها مع مين أعرف إزاي فروح لأخيرها لبانتاس فأخيرها اس والاس دي بتاعت مين بتاعت تو يبقى نحط لها م لا مش هينفعل م دي بتاعت يو طب سي الس دي بتاعت إيه لو إيه طب قص القص دي بتاعت بوسوترس طب تي هي تمام تي الأخيرة يبقى أكي أورا تي لبانتاس أكي أورا تي لبانتاس في أي ساعة طنهض أنت بتقوم الساعة كامية السؤال هو أكي أورا تي لبانتاس في أي ساعة طنهض تبت قوم إمتا؟ أكي أورا تليبانتاس؟ كلام موجه ليك إنتا فأنت بتقول إيه؟ يومي ليبانتو أنا أنهض يومي ليبانتو أنا أنهض أنا بقوم على السياتة دي لامانيانا في الساعة السابعة صباحا يومي ليبانتو على السياتة دي لامانيانا أنا أنهض في الساعة السابعة صباحا طب فعل تاني أكوستار سي فعل في آخر سي بقول عليه فعل إيه؟ منعكس تمام في آخر سي منعكس طب سيبك من السي قلنا قبل الس في ايه يعني مجموعة ايه اولى تمامي تصرف مجموعة اولى شوف التصريفات على يمينك اكوستو في اخيرها او اس ا اموس اي س ا نقات المجموعة الاولى عادي جدا طيب ايه الجديد او اتحولت الى او ايه مع الكل مع ده نصطرس وبسطرس طيب الس الس ما قلنا بقى اتحولت للمكتوب بالاحمر ده ماتي سي نص اصي اسمع الضمائل المنعكسة دي أصبح الفعل مكوم من جزئين مي أكوستو يعني أنام الفعل أكوستارسي أنام يارقد مي أكوستو تأكوستس سأكوست نوس أكوستاموس أوس أكوستايس سأكوستان أكي أورا تأكوستس في أي ساعة تنام رديت قلت يوم أكوستو على سنة دي لانوتش أنا بنام الساعة 11 مساء نورمالمنتي مي أكوستو رد برضو على السؤال نورمالمنتي عادة مي أكوستو أنا بنام على السدوثي دي لانوتش 12 مساء إكسبريشونيس دي فريكوينتيا تعابيرات دلع التكرار إكسبريشونيس دي فريكوينتيا تعابيرات دلع التكرار درس مهم جدا إيه التعابيرات سيمبري دائما شوف المثال يستوديو اسبانيول سيمبري أنا بذكر اسباني دائما أو سيمبري وخواقو دائما أنا ألعب في الفصح هي سيمبري في الجملة الأولى جات في الآخر جملة الثانية جاءت في الأول فيه فرق؟ لا ما فيه فرق سين بريزارف يتحط في أي مكان ما فيه مشكلة نورمال مينتي عادة يوصالجو كمي فاميليا الفين دي سمانة نورمال مينتي يوصالجو أنا أخرج كمي فاميليا مع عائلتي الفين دي سمانة في نهاية الإسبوع نورمال مينتي عادة طب ممكن أجيب نورمال مينتي في الأول ما فيه مشكلة غير مكانة زي ما انت عايز أمينودو كثيرا خلي بالك يا جزئين كلمة أمنودو كثيرا أو غالبا أبثيس أحيانا برضو في آو في جنبي أبيثيس أبيثيس بويا الثيبر كمي أميغو الثيبر لو السايبر أبيثيس أحيانا بويا الثيبر كمي أميغو أذهب للسايبر مع صديقي طيب أغير أبيثيس وحطها في أي مكان ما فيش أي مشكلة أبيثيس تتغير تتحط في أي مكان دي كلها تعبرات اسمها التكرار دل على الفريكوينثيا حاجة مهمة الأساسية طيب نبص مع بعض الظرف اللي جادة ننكة ننكة بمعنى أبدا ننكة أبدا طيب ده بيدل على النافي إيه وضعه قعدة صغيرة كده بص الجملة الأولى يونو بوي ألثيني ننكة أنا لا أذهب إلى السينما أبدا أنا مروحش إلى السينما خالص هي الجملة منفية بإيه؟ منفية بنو طيب إيه ننكة دي ننكة دي ده تأكيد للنافي تمام؟ طيب بص الجملة الثانية لو قلت كده يونونكة بوي ألثيني أنا أبدا لا أذهب إلى السينما هي فين نو الجملة منفية بإيه؟ الجملة منفية بننكة طيب راحت فين نو ما هو ما ينفعش اتنين هيجوا مع بعض في نفس المكان يبقى القعدة بتقول إيه؟ لننكة بتيجي مكان نو بس الشرطة تتحط قبل الفعل طيب الجملة اللي فوق تحطت فين؟ الجملة اللي فوق ننكة في آخر الفعل ليه؟ لإن في نو طيب الجملة الثانية ننكة قبل الفعل ليه؟ لإن ما فيش نو يبقى ننكة تيجي قبل الفعل إمتى؟ لما ما يكونش في نو يونونكة بوي ألثيني أنا أبدا لا أذهب إلى السينما يبقى ننكة بتيجي مكان نو قبل الفعل بريبوشيثيونيس حروف جر نشوف حروف الجر أنا أخرج من المدرسة طيب دي ليها معاني تانيا؟ آه يا ليها معاني تانيا بتيجي مع أجزاء اليوم بص كده يوبويالكلوب أنا أذهب للنادي على سقوتشو في الساعة السامنة ديلامانيانا كلمة ديلامانيانا صباحا يبقى دي جاي قبل مين؟ جاي قبل كلمة لامانيانا اللي هي جزء من أجزاء اليوم ديلامانيانا صباحا يوبويالكلوب ألا ثينكو دي Peanutardi أنا أذهب للنادي في الخامسة مساءا دي لاتاردي يبقى دي جاي قبل كلمة لاتاردي يوبويا الثيني ألا سنوب دي لانوتشي أنا أذهب للسينما في التاسعة مساء أو ليلا يبقى دي لإما بيجي بمعنى من زي في الجملة الأولى كده لإما جاي مع أجزاء اليوم دي لامانيانا دي لاتاردي دي لانوتشي نتمنى طبعا إحنا نكون استفادنا من شوية المعلومات اللي خدناها عن الريكريو والهدف كله من الريكريو اللي إحنا نجاوب على سؤال واحد كيه آثي سينيريكريو ماذا تفعل في الفوسحة والجاوب بالطريقة اللي إنت عايزها إن شاء الله نستكمل الدرس بتاعنا بالحلقة القادمة وأستلويجو